عادت القروية السودانية الثمانينية خلود مساعد بذاكرتها إلى سنوات الصغر عندما حصلت على هذه الندوب البارزة على وجهها نتيجة عادة قبلية أفريقية تعرف باسم الشلوخ ولا تزال مساعد التي تنتمي إلى قبائل الحضرية بالسودان تحمل ثلاث ندوب على شكل خطوط على خديها صار لونها داكنا بمرور الزمن ويعد الندب القبلي أو الشلوخ كما يسمى في السودان ممارسة قبلية قديمة كانت شائعة في أفريقيا وتقوم على جرح الوجه لتحديد قبيلة الشخص أو كدلالة على الجمال كله قبيلة عندها شلخ معين يعني تكمت تعرف الطفل في وقته ودمنه من شلخه سائب تعرفه دمنه تطيل من تميل يعته قبيلة وتمارس هذه العادة أيضا بين فئات اجتماعية مختلفة في السودان حيث يعتقد أن ما يقرب من ثلاثين في المئة من السكان ينتمون إلى أقليات أفريقية بينما يتحدر البقية من أصل عربي بحسب بيانات مجموعة حقوق الأقليات وبمرور السنين اندثرت هذه الممارسة في السودان بعدما رأى العديد أنها غير صحية ولا تؤدي إلا إلى تشويه الوجه اشتركوا في القناة